بسم الله الرحمن الرحيم. الف الف مبروك لعبت دور انجليزي اوان واخنة. والف مبروك لكل جمعين ارسنال على اول تلات نقط بيفضوها. قدام فلهم ارسنال النهار ده اننا كنت مشوى جدا بصراحة اننا شوف ارسنال جوبا الملعب. انا حبيت ارسنال الوقية جدا مع مايكل ارتتا. انا بحب مايكل ارتتا وبحشة حاجة اسمه مايكل ارتتا ان هو شغال مع بيت جوردولا. وهو كامل لما كان بيلعب كرة. وكمان حبيت جدا ما سبته مع ارسنال ان هو يشتغل في ارسنال المكان اللي بيحبه والمكان اللي عايز يديره على قد ما يقدر. وكمان حبيت في الفكرة ازا كان اللي هو عملها. كان جاي بشارة قناعات. كان مكتسب من دجوردولا. اول ما جاي النادي شاف ان القناعات دي ما تنفعش ان انت تطبقها على الارض الواقع. حاول يطبقها ولكنه مفشل. تلعب كرة جميلة وتلعب ضغط عالي وتخسر ولا تلعب كرة واقعية. وجهيدة نوعا ما وتكسب وتعمل ارقاب. اول ما فكرة ان انا لعب كرة كميلة وتيكي تاكا ولعب ضغط عالي والكلام ده. قال لك اللي حاول الالعب الواقعية علشان خاطر. ما يتمش اقالتي بسرعة وده فعلا اللي قرر يعمله. وكمان ساعدته واصابة برد لينو اللي هرجع اتكلم فيها سبعة تلاف مرة اقول لك. لو اصابت برد لينو الرجل ما كانش يفكر يا غير الخطة. وكان هيفضل مستمر بلن اربعة اربعة اتنين لما برد لينو اتصاب ففكرة من الحارس اللي بيلعب بمنطد الجزاء برجله. والحارس اللي بيطلع يخطي المساكين بقيتش متاحة في مارتينيز كان خيار لك. فكنت مضطرة ان انت تغطيه وتلعب بخمسة ثلاثة اتنين او خمسة اتنين ثلاثة او انت بتلب الطريقة تلعبها. الاربعة خمسة اربعة واحد. علشان خاطر الهجوم بتاع الفرقة مرسة ما يروحش على مارتينيز. حارس تطبع عليها وفجأة الفرقة بتجيب جدا ان تلعب على المرتدات. فجلت ان انا اتفرج على ده قدام فرقة النهاردة زي فلهم. فلهم النهاردة رازم يبقى عليك ضغط عالي. بس ضغط عالي اصلا ما بيغلطش وهو بيبدأ الكرة من تحت. ودي حاجة ما كانتش موجودة كانوا يحاولوا. انه هو كل العيبة الموجودة كان بديفت سواء كيرين تيرنين على شمال او رب هولديك على مين ان هم يخلوه هو اللي يطلع بالهجمة. النهاردة كان موجود جابريال مجاليس. وجابريال مجاليس نسبة اخطاء النهاردة كانت يعني نوعا ما كانتش موجودة مقارنة بدافت لويز والاخطاء اللي بيعملها قدام اي خاص من الان دافت لويز كلنا عارفين السن وكلنا عارفين الضغط النفسي اللي عليه عامل ازاي في دافت لويز وجوده حاليا خارج المنظومة افضل بكتير اول من موجوده وداخل المنظومة. فقياة دافت لويز النهاردة كان حاجة جيدة جدا لارسنال علشان خاطر يختبر مدى جودة. المدافع الجديد جابريال اللي بيقدر ان هو يحرز الهدف الاول هو هدف الاول اللي بيفك الاجواء وبيزفت كل حاجة لارسنال علشان الخاطر يلعب الكرة لارسنال عايزة. وايه هكلمك على موضوع محمد بن نيني. لماذا محمد بن نيني من اجاحه? مع ميكة الارتتة? اكتر بكتير اوي من نجاحه مع اي مدرب. ما بدأ ايني نيني راجع من دركيا عنده شوية ثقة? عنده شوية مرونة نوعا من هو لو لعب عادي. لو ممكن يخرج عكس ان اني اللي كان عنده لمبالاة غير طبيعية يلعب او ميلعبش ان اني راجع ايز العب كرة. ولما فكر ان هو عايز العب كرة مع مدرب مش طالب كتير قوي من اللاعب اللي بلعب في نص المرعب غير ان هو ما يغلطشه الكرة معاه. وطول ما انت مضغوطة عليك. ضغطة عالمي. فالما نفس اتحاول ان تتخرجوا الكرة صح. ودي انني بلعملها كويس جدا. وفي الحالة الدفعية تكون عارف تتمركز. ودي انني ممتاز فيها. علشان كده انني هيكون واحد من خيارات مايكا الارتتا لانه ممتاز جدا في الدول اللي هو عايزه. ممكن تلاقي التغييرات ما بين تشاكا وما بين داني سوبايوس. اه. لان انا عايز اقولك ان انني بيكون الارتكاز اللي معاهم في نص الملعب. وداني سوبايوس او تشاكا هو اللي هيبني كرة القدام وهو اللي هيطير الهافات سواء هيطير اقوبا ينجي ناحية الشمال او هيطير ويليون او هيطير بيبي ناحية اليمين. فعايز اقولك ان محمد ييميني مستمنى معنا فترة كده في ارسنال. انا عارف ان انت الكلام عن محمد ينيني بيتعبك ويعصتبك. مش عارف ليه نوعا ما بس شايف ان فيه موضوع حاجات كتري قوي. داخل موضوع محمد ينيني بس مش هنقد نركز عليها لان الموضوع النهاردة كان ارسنال. ارسنال وما ده الجودة اللي كان الموجودة في شوط الاول كانت جودة ممتازة جدا. وكانت جودة جيدة جدا يكفي ان ارسنال مراحش عليه غير تسوطين بس على المرمى من جانب فولهم. فولهم اللي ما كانش هادر ان هو يخلق فرص مع جولوس متروفيتش على التكة لان ان الفرقة بتعانيه كالعادة اما كانوا بيعانوا في دور الدرجة التانية وبعدها موجود متروفيتش برضو بيعانوا في الدرجة الاولى بعد موجود متروفيتش ففرقة كان عندها عقم هكومي هما بس كانوا بيحاول الغطوة ضغطة عالية على ارسنال عشان خطر ارسنال ليغرط. ارسنال ما كانش يغلط كان فيها تباني ان هي فرقة ودودة وفرقة زي الفور في الملعب ممكن تكسبها وممكن تعمل كمان سكور. ارسنال بيطلع على شوط الاول واحد سفر والشوط التاني بيبدأ ان هو يجيب الهدف التاني. الهدف التاني بصراحة كانت ممتازة جدا من جابريال جابريال اللي انا قلت لك ان هو جاب الهدف الاول ما عندنا جاب الهدف الاول هو لجازت لجازت اللي بيقدر ان هو يستغل. اقدر باكلة كانت شغالة وبيقدر ان هو يتابع الكرة بتاعت ويقدر يحط الهدف الاول. اه هو ما كانش فيه اسسته معرفناش. مين اللي عمل الاسسته بس سعاد يا عمم مش ده المهم. المهم ان الكابتن بتاعي قوميانج جاب الهدف التالي. بس انا مش عزي حاجة تاني. الهدف التاني كان ممتاز جدا من ويليام مع عرضية ممتازة لجابريال اللي طبعا مدافع بيزيد فكورة عالية. بقدر ان نجيب الهدف التاني ان مباربة تموت كلينيكية لحد ما بيجي. ويجي عاطل ارطول عبدالكارية بتاعته. وهدهم السوكة والماتش خلصان تلاتة صفر. وغير بقى عمرتتها وننزل بيب المكان وليان شوية والريح. ونعمل كل اللي احنا عايزينه جوال ملعب من المباربة اتسهلة. وبقت مفتوحة وبقى جيم مسالي جدا لارسنال. خصوصا ان ارسنال ارسنال عمل جيم مسالي اخيرا. حاجة من احلامنا بنحكة وان يشوف ان ارسنال في الموتشاط الضعيف ومنبسة اهداف. والنهاردة الحمدلله حصلت وارسنال منبسة اهداف. حاجة بسيطة بس في موضوع وليان ما يفعش انا بتكلمة بين وليان ونوكراس بيبي. نوكراس بيبي كان جالس من فرنسا بيداهر على الاكواء في انجلتورة عاملة ازاي. عكس وليان اللي بقى له سبع سنين قاعد في الشاتسي. فالسنة التامنة مع ارسن المشتفرق معه كثير. فصعب جدا ان اكتوه تكرمه بين الاثنين. وليان ممكن يقضي سنة او سنتين. مع ارسن هيكونه سنة او سنتين بزوجودة عالية لان هو لعب زوجودة عالية. ولعب ممتاز ولاعب شارك في الهدفين الاول والتاني. فوليان لاحب جيد جدا وصفقة ممتازة جدا. بس ده ما بنى عشان اكتوه هتعلل من كرس بيبي لانك هتحتاج من كرس بيبي. فالنص المسلمون كمال هتحتاجه في الماتشات بين الديها سبعين وبين الديها خمسة كيلة. لان وليان صعب جدا ان هو يكمل المباراة كاملة في الزل العمر ده. فانت محتاج ان انت متخبطش في العيبة قوي ومحتاج ان انت تدي فرص لكل العيبة. ودائما تكون على خط واحد منه سواء ما بين الفرق كلها. لان في الاخر كلها في الايتك مش كلها اللاعب المفضل بالنسبة لك. طولت عليك صح؟ مش تكسر حاجة لعملت لك. الف مبروك على الثلاث مرة والف مبروك على البدال الجيدة. وانا فرحان انا ارسل مع ابي جيم بيسال اخينا.